السلام عليكم أستاذ أحمد سجاد الموسوي من العراقية الإخبارية طبعاً أنطلق من جزء من كلامك هناك معالجات جزئية في هذه الموازنة لمسألة العجز وأيضاً هناك الكثير من المطالبات نحمل يومياً من خلال الشارع قرار 315 المحاضرين المجانين القدامة والجدد والمهندسين الدراسات العليا هل ستتضمن موازنة 2021 عفواً؟ معالجة هذه الشرائح كلها في ظل أزمة مالية ربما تستمر لمدة سنة كاملة؟ شكراً جزيلاً هذا ما أخذ الكثير من النقاش هذا اليوم تم تحديد الإطار أن هذه الموازنة موازنة 20 هي موازنة استثنائية للأسباب لذكرتها في بداية المؤتمر الصحفي كل ما تفضلت به سيعالج في موازنة 21 التي ستكون حسب وزير المالية اليوم ستكون نوعاً ما مختلفة تختلف عن طبيعة الموازنات التي أقرت في البلد منذ 2003 لحد الآن سيكون هناك تغيير في الأبواب أبواب الصرف هناك موازنة بين الإنفاق وبين الإرادات ستكون هناك موازنة قدر يمكن عدم الاعتماد على موضوع القروض الداخلية والخارجية كثير من القضايا التي تهم المواطنين بشكل مباشر تم معالجتها في هذه الموازنة أقصد موازنة التي أقرت اليوم موازنة العام المالي أو السنة المالية 2020 مما فيها تأمين الرواتب تأمين رواتب المتقاعدين تأمين رواتب الرعاية الاجتماعية أقرت في هذه الموازنة في موازنة 21 سيتوسع هذا الموضوع لأن طريقة إعداد موازنة 21 بالمناسبة اللي ممكن أنه خلال 45 يوم إلى 60 يوم سيصوت عليها مجلس الوزراء لأنها في طور الإعداد يعني الحكومة عندما تعد الـ 21 ستكون قد أعدت موازنتين خلال ثلاثة أشهر ستختلف نوعا ما وبشكل واضح موازنة 21 عن الـ 20 في طريقة إعدادها وطريقة بنائها وسيكون هناك تعاطي جديد في تبويب الإرادات والإنفاق في خصوص الموازنة وتحديد مجالات الصرف في موازنة 21 أدوش أدوش أدوش